أقول لحضراتكم بيان المتحدث العسكري بخصوص الإحباط هجوم إرهابي على فسيسينا النهاردة يعني أقول لحضراتكم إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على إحدى الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربة وعدد من العناصر التكفيرية قامت قوات التأمين للارتكاز الأمنية بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أصفر عن مقتل 18 فرض تكفيري منهم فرض يرتدي حزام ناسف وتدمير عدد أربع عربة منهم تلات عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد اتنين من أبطال القوات المسلحة وإصابة أربع آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطن وهذا وتؤكد قوات المسلحة على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة القضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر حافظ الله مصر والبقاء لله وطبعا شهدائنا ربنا رحمهم دايما في ظهر جيشنا دايما أكيد مش هيسبونا في حالنا دايما هم بيحاولوا يشتتونا دايما بالستمرار لكن احنا تركيزنا في بناء بلدنا ان شاء الله وان احنا نأمنها بشكل بينا ونأمن شعبها من خلال طبعا وقفنا وراء قواتنا المسلحة ترجمة نانسي قنقر